الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن سفهاء ألا إنهم هو سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شي Berkeley قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة للهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حقر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطع أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله واجعوا شعداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعبروا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يغل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الثماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما إما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فداب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأسينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذروا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا وقليلا وإيايا فتكون ولا تنبسوا الحق بالباطن وتختموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدن ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آدينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بالئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بالئكم فتاب عليكم إنه هو الدواب الرحيم فإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جغرا فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم البن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شفوا وقدوا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حبط نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتى عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ورصلها قال أتلستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباقوا برضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاتكم ورفعنا فوقكم اخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فرضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فاجعلناها لكان لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الكاهلين قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها مقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلن ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما أعقدوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فدح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يقرب الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحضر به فضيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وفي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتوا أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤ أن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بطاف عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولو قد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا أغلف بل لعنهم الله بكفرهم فقديلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس مشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميتابكم ورفعنا فوقكم الطور قلوبا آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليمهم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر أبا سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قلنا كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبله فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل فيق نبل فيق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فاتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفى سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على الملكين بباب لهاروت وماهوت وما يعلم أي من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولخلعين لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ذوبتهم من عياد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعيا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزى عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها مأجر خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سخل المسام قال ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبين واتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا من أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أدره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله نحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يركر فيها اسمه وسعى في قوابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزر ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشيط والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قادتون مجيء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم نفل قولهم نشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أوسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجعيم ولم تضع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتعونه حق في لا وفه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسراء إلى الكل نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدله ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ذتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه النوم قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يلال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى والدخل من نقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من التمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتره قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ومئس المصير وإذ يمدعوا لرأيهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت الزنيع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن يريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم ربنا وجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه الذي إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسلاط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شفاق أسيك فيكهم الله وهو السميع العليم صدقة الله ومن أحسن من الله صدر ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله ونردنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاط وكانوا هودا أو مصارى قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أعلم إن ننكتن شادة عنده من الله قل الله بغافهم عما تعملون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولهما هم بذلتهم التي كانوا عليها قل لله المشيط والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الضبلة التي كنت على بها إلا لمعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على أقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوث الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضىها فولي واجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلموا أنه الحق من ربهم كن الله بغافرين عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلتا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن بيطا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممتنين ولكلهم وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتركم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن أولى الحق من ربك قل الله بغافرين عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظالموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليأتم يعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم رجونا منكم يتعو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكركم واشكوري ولا تكون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبي والصلاة إن الله على الصالح ولا تقول لمن يفتن في سبيل الله أموات بل أحياء مواك لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونبص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أخافتهم مصيدة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء المروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اهتم وفلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون من أنزلنا من البلنات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوه عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفوا وناتوا وهنقوا أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا من ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك الذي تجيب البحر ما ينسر الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقرن يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزازا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وأن لنا البرتان فنتبرأ منهم فما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخائدين من النار يا أيها الناس كلوا من مات الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يمرضوا بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قلناهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل لا اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعب بما لا يسمع إلا دعاء ومداء ثم بكم عميون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودنوا لحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما يقر غير ماء ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يختمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب قليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالموثرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلقوا في الكتاب لفي شطاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموثون بعهدهم إذا عاهلوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعابد بالعابد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعه بالنعوف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتياء الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم لذا حضر أحدكم النوت إن ترك خير للوصية الوصية للوالدين والأقربين نجمعوا في حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدئون إن الله سميع عليم فمن خاف من مصير جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الودا والفوقان فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ومعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستديبوا لي وليؤمنوا بي لعن لهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وفد إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن ما شرون وبتعوا ما كتل الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أثموا الصيام إلى العين ولا تباشرون وأنتم عاكفون في النسائج تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لأنهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدروا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس للإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس للإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البلود من مهورها ولكن البر ما اتقى واقتوا البلود من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سمين الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقادلوهم عند المسجر الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إنا على الظالمين أشعر الحرام بالشهر العوام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لا فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يرلوا الهدي محلة فمن كان إنكم نيرا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمت عن العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر النسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العطاب الحج أشهر المعلومات فمن فارده إن الحج فلا وفد ولا فسوط ولا جدال في الحج وما تسعلوا من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا هي أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أضطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هباكم وإن كنتم من قبله لمن الضالي ثم أريضوا من حيث أباظ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم ناسككم فاذكروا الله كذكريكم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار أولئك لهم نصير مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب كقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الفصام وإذا تولى سعاد الأرض ليرسد فيها ويهلك الحوث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاند ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء موضات الله والله رؤوهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا الخلوف السلم كافة ولا تتبعوا قضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتهم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فلنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلر من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله توجع الأمور سلبني إسرائيل كم آدي ما أهم من آيات بينة فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كبروا الحياة الدنيا ويسخرون لنا الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغير بينهم فعلى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مثل نصر الله ألا إن نصر الله قرير يسألون كما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالين والأطربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشعر الحرام قتال فيه فالقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وببرهم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الخاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرجى جدنكم عن دينه فيمت وهو بآخر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله أفو الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمهم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفرهما ويسألونك ما لا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرونها في الدنيا والآخرة ويسألونك عن التاماق الإصلاح لهم خير وإن تخايطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ويوجاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمدهم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبروا المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ كله وأذن فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربون حتى يضهون فإذا تطهرون فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تدعوا الله قرضة لأيمانكم لا تبروا وتدقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله في الهوء في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تردصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة طرق ولا يحل لهن أن يقومن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن المعروف وللجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والطلاق مرتان فإن سأقوم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تأتدوها ومن يبعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحيل يومهم بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتواجعا وغنى أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا ضلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ورى ما نفسه ولا تتخذوا آيات الله هجوة ولكوا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم منها الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا ضلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراروا بينهم بالمعروف ذلك يعوره من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولهن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموهود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكله نفس إلا وسعها لا تضالوالدة بولدها ولا مرود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن ترار منهما وتشعر فلا جنى حاليهما وإن أردتم أن تستربعوا أولادكم فلا جنى حاليكم إذا سلمتم ما آتيتمهم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون رصيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أو بعد أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جنى حاليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جنى حاليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يرغل الكتاب أجاله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جنى حاليكم إن يطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفضو لهن فرير ومبعوهن على الموسع قدره وعلى المقجر قدره مدى عهد المعروف حقا على المحسنين وإن يطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتم لهن فريرة وقد فرقتم لهن فريرة فنص ما فرقتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقربوا للتقلاء ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حذوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو أكبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات مداعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهللون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرة والله يقبر ويرسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتسع ذا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاله بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغدر فغربة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقتلنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع صابرين ولما برزوا نجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهسموهم بإذن الله وقتلتهم وتجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعطهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلبهم ولا يؤيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده عفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وفطالا في صاملها والله سميع عليم الله ودي الذين آمنوا يخرجهم من الضلمات إلى النور والذين كبروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حد إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كبر والله لا يحدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على بروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عامل ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل بث مئة عامل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى حمادك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم أكسوها لحما لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي ألني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولاد ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبن منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبدت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حريم يا أيها الذين آمنوا لا تبضلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدن قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضا في الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخير وعناب تجري من تحتها الأنهار لعوا فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤمن حكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقدوتي خيرا كثيرا وما يدكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للقالمين من أنصار إن تبدو صدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيث ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بجراء وجه الله وما تنفقوا من خيري وفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين محسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من بربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحلى الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فاندهى فله ما سنف وأمره إلى الله ومن عاد فهلائك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويغب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآثموا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأدنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانتوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبون بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن برضون من الشهداء أن تقل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى شهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم لشهادة وعدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم تناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إلى تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تفدوا كاتبا فرهان مقبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذئت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله ذا للناس وأنزل الفرقان إن الذين كبروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز بانتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم سيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تثغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهابنا من لدنك رحمة وهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كبروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فتعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كبروا ستولفون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقدا فئة تقاتلوا من سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين وعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأم الأبصار دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والخير المسومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وعول العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حمطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تغير الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك لأنهم قالوا من تمسنا النار إلا أياما مع ذودات وغرهم في ديرهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذبكم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تقوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محطى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذبكم الله نفسه والله وأوفم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أضيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضهم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرى فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبدها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء مصدفا بكلمة من الله وسيدا وحصورا نبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب بعلي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قمتين ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يقون أظلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا انقضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والدورة والإنديل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد فئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات وليأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وتيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعن الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من ذو الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما فما كان من المشركين إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وجد الطائفة من أهل الكتاب لو يغلوا لكم وما يغلون إلا أنفسهم وما يشعون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدهم مثل ما أوتيتم أو يحادتكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاء يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنه بدين الله يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنهم قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينكرمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصير قالوا أقررنا قال فشهتوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وقرعا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسل لحق وجاءهم البيناة والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله أخور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم استادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاء فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبهم ولو يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنادوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينا ثم قام إبراهيم ومن بخله كان آبنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن ترى فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وعنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمالكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تبرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصفحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولدكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تبرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوه هم أكبرتم بعد إيمانكم أذوقوا العذاب بما كنتم تكون وأما الذين بيضت وجوه هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إنك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد غلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأهور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يقضوكم إلا أذى وإن يقاسلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الثلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا برضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكثروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثليح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم الله وأنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبارا ودوا ما عيدتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا أغلوا عضوا عليكم الأنام لمن الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة فسؤهم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيفهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غفوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدء وأنتم أذر له فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ما لا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مزومين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينطلبوا خائفين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تهلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين وأطيروا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة وجنة تنتجي من تحتها الأنهاء خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من طبلكم سنن فسيروا في الأرض فارضوا كيف كان عاقبة المكذبين هالا بيان للناس وهدى وموعرة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى هنا إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسى القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتفقد منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولينحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسنتم أن تلقوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل في الرسول أفإما تأخذ لانقلبكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا أنزموس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يهد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يهد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأليم من نبيهم قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصالهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغذر لنا ذنوبنا وإصافنا في أمرنا وذبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيروا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقربوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سقي في قلوب الذين كفروا رعبا بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومنواهم النار ورئسمة والظالمين ولقد صلقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صاربكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو قضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد وهو سول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ومن الجاهية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله لفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لقولون هل كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضادرهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قيوبكم والله عليم بباة الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقل جمعان إننا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقرع صلاب عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفوا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا بزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي وإني والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم لما غفرتهم من الله ورحمة ورحمة خيرهم إما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لمن تانهم ونردون تفرغ غريغ القل من فضوا من حوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غائب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غلى والقيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع رضوان الله فمن باب شخص من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصلتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين يافقوا وقيل لهم تعالوا فاتلوا في سبيل الله أو يرفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للقفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون لأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون فالذين قانوا لإخوانهم وقعدوا لو قطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا لهم من خلفهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمد من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا الله والرسول من معج ما أصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقربوا لإعنجهم من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ربوان الله والله لون فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمين ولا يحزنون كالذين يسائعون في البر إنهم لن يضروا الله شيئا وإيدوا الله ألا يجعل لهم حوام في آخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكبرى بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آتم عنه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغريب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وزدقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحيط ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نمنا لرسول حتى يأتينا بقربان إن تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وللذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا فبقة كذب رسل من قبلي جاءوا بالبينات والزبري والكثاب المنيف كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تحزح عن النار وغلق للجنة فقد غاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلغن في أموالكم وأموسكم ويتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أبا كبيرا وإن تصدئوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا قال الله نفاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تبتمون فنبلوا أمورهم واشتروا به ثمنا طليلا فذئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازتهم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات الليل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جوبهم ويتبكعون ويتبكعون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا وفقد أغفيتا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منا لأينا دير الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغطر لنا نوبا وتغطر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبواب ربنا وآتنا ما وعدتنا على أسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيعوا عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخل أنهم ولأدخل أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من علم الله والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تخلق الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نواهم جهنم وبيس النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خائدين فيها نجلا من عند الله وما عند الله خير للأبراب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشجرون لآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقيبا وأكل يتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تبسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وأوباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن يطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا رهنيئا مريئا ولا ترتسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ومدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالنعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وتفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تاتوا من خلفهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليدقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم لذكاين مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن تلثى ما ترك وإن كانت واحدة فلهن النص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وويته أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا حيطة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يرث كنالة أو امرأة ونبوأة أو رخصة لكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مطار وصية من الله والله عنيم حليم تلك حدود الله ومن يطه الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والذي يأتي من فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أوبعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البلوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فأدوهما فإن تابا وأصلحا فأعظوا عنهما إن الله كان دوابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضى أحدهم الموت قال إني تبتوا الآن وللذين يموتون وهم كفاء أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحر لكم أن تيتوا النساء كرها ولا تعضوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتينا مفاحشة مبينة وعاشوهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسا تفره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداؤن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى معضي وأخذن منكم ميثاقا غريرا ولا تنكحوا ما لكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سالك إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أوضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا بخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تدمعوا بين الأختين إلا ما قد سالك إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتطوا بأموالكم محسنين غير مساسحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما توضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العلاب ذلك لمن خشي العمت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتمعون الشهاعة أن تمينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَغَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَغْصُلُوا أَنْكُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُلْوَانًا وَرُلْمًا فَسَوْفَ نُصْرِهِ نَوْرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُمْ عَنْهُ وَمُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِرْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْرَكُمْ عَلَى بَعْرْهِ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعْلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَيْدًا الرجال قوامون على النساء بما خبر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصائحات طالفات حافظات للغيب بما حافظ الله والذي تقاطون نشوزهن فعبوهن وهدوهن في المضاجر يضربوهن فإن أضعنكم فلا تبروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فبعدوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق يام بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشيكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجارب القربى والجارب الجنوب والصاحب للجنب وبن السبيل وما ملكت ألمانكم إن الله لا ألحب من كان مختالا ففورا الذين ينخلون ويغمون الناس بالبغل ويقلمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينففون أموالهم لا الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وميقوا الشيطان لوقينا فساء قرينا وما لا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم نتقال در وينتقوا حسنتين ضاعفا ويؤتمن لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يودوا الذين كبروا وعصوا الرسول له تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلعاب سبيل حتى ترتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليه وكفى بالله نصيرا من الذين آدوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نضم سوتوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ولاغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتوى إثما عظيما ألم ترأي الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يغلمون فسيلا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترأي الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلت والطاوط ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من المركب إذا لا يهدون الناس نقيرا أم يحكثون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآيات ما سوف نسليه النار كلما نرجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات سشيء من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواق مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤجل الأمانات إلى أهلها وإذا ختمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يأركم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أزل إليك وما أزل من قملك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أعلموا أن يقفوا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأيت المنافقين وأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أخابتهم مصيفتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحرفون بالله إن أردنا إلى إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول لله ليطاع بإذن الله ولو أنهم اغريموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله كوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها منفسهم حرجا مما قضلت ويسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خلوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا آجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطلناها ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغرب فسوف نؤتيه أدرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطير رسول فقد أطاع الله ومن دولا فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا قرزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو أدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عزا الله أن يكون فبأسا الذين كبروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفن منها وكان الله على كل شيء محيطا فإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها إن الله كان على كل شيء حتيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدقوا من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا واتوا لو تقولون كما كبروا فتقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثا أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قطأا ومن قتل مؤمنا قطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعداه عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستمؤمنا تبتعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مرانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستمي القائدون من المؤمنين غير مضال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل أنوعظ الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملاتكة الغالب ينفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مقواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستطعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهفدون سبيلا فأولئك عزى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دناح أن تقصروا من الصلاة إن سفتم أن يفتمكم الذين كبروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم ودى الذين كبروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ولا تهنوا في بذراء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خظيما واستغفر الله إن الله كان أورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخسنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أتيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرنبه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك رحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نختيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليوزكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وين من دون الله فقد خزر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار وقال فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجلد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن ذينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفا واتقذ الله إبراهيم خليفا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يثيكم فيهن وما يثلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تعطونهن ما كذب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ويوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتبرق يغن الله كلا من سعته فكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكباب الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكباب الله وكينا إن يشئوا لذبكم أيها الناس ويأتب أطالين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأخوامين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذين سل على رسوله والكتاب الذي أنزل منهم قبل ومن يكفر بالله وملائفته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل طلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كبرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا واشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخلون الكافرين أولياء من دور المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يفروا بها ويستهزعوا بها ويستهزعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا في الصلاة قاموا كسادا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دور المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يقعد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر في السور من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخوه أو تعفوا عن زوء فإن الله كان عقوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا محينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أدورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أدن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتغلوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا بوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا لهم ميتاقا غليظا فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقه وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صمروه ولكن شبها لهم وإن الذين خلقوا فيه نفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه فكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليقمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤدون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنفين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زفورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى في الله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا قلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا فكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألطاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنه خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجوههم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستهدونك ولله يبديكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد ولا مرط فلها نصر ما ترك وهو يجدها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ المنتين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أجل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسطة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وادقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حدق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الوائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأقعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم جنآل قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعبدون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا كون نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتورك للمؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كبر بعد ذلك منكم فقد قل سعواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفو عنهم وصف إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يحدي به الله من اتبع ربوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويحديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم الكون عمد الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة الذي كتب الله لكم ويا ترتبتوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غاربون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم بابني آدم بالحق إذ قربا قوبانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بمأسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني بريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله رابا يبحث في الأرض ليهيه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعدزت أن أكون مثل هذا الغواب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ناس الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخائجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسائقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظنه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فلم تعلم أن الله يروم ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يساجعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون بالكذب سماعون لقوم آخرين لم يأذوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتو فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلا تنك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسح فإن أجاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلنيروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحبوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آذائهم بعيس بن مريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هلا ونوه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهلا ومعظة للمتقين وليحكم أعل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستفقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحفرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أننا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوطنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضوا يسارعون فيهم يقولون يقولون لخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرهم من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حدقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يغتن منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاطون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يدولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تمقمون منا إلا أن آمنا من الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أمبئكم بشر من ذلك متوفة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاقود أولئك شر مكانه وأظل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم طالوا آمنا وقد دخلوا بالقهر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وسرى كثيرا منهم يسارعوا في الإثن والعدوان وأكلهم السحف لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثن وأكلهم السحف لبئس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ونعنوا بما قانوا بل يداهم بسوطتان ينفكوا كيف يشاء وليزيدن كثيرا من ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقر التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت إسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب يستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كذيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طبيانا وكفرا فلا تأسى هذا القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم داب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو النسيح من مولم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبد الله ردي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا رلام واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السنيع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وإرى الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عنهم كي انفعلوا لبئس ما كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتقذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشربوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجعيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما وزبكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخركم الله بالنغو في ألمانكم ولكن يؤاخركم بما عقبتم الأيمان فكفاوته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو فسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاوت أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يلين الله لكم آياته لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والليس هو الأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فجتهبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والنيس ويصدقم عانك الله وعني الصلاة فهل أنتم منتمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإذا دوليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا نتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم نتقوا وآمنوا ثم نتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافر بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمنا فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوط وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحين لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وابتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العطاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيل فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلقون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائرة ولا وصيلة ولا حام ولا كذن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأفترهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما انضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حبر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضابتم في الأرض فأصالتهم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا مكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآدمين فإن عثر على أنهم استحقا إثنا فآخران يقوما لمقامهما من الذين يستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أبنى أن يأتوا في الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ما لا أجرتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القلس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كحيئة الطيب إذني فتنفخ فيها فتكون ضيرا بإذني وتبعي الأكمى والأواصى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم منها لا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتبوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله لا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وربو عنه ذلك الفوز العظيم لله بلق السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من أطين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معيضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله يتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكان في الليل والنار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاجف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبابه وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشيكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم مما يفترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردون عادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بنبعوذين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغدة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبوا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإلى هم مبرسون فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأديكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجنون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجنون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بظالمين وعنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حظة حتى إلا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يبرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم على بم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بع انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يبقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك شيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسنوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى دنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قد الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به بوسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وطل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تغفكون فالق الإصباء وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والدن يحيي بعضهم إلى بعض الزخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطللتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسط وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما موثي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حوجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت ذنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هالا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل الدرجات مما عملوه وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشع يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حلمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا محتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البخل اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجز أو فسطا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك رفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البطر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختنط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فإله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعادلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتخرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه وتقول عن لكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما من لدى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومعياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا زرة وزر أخا ثم إلى ربكم مرضعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختارهون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلقناها خجاها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان بعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين هل نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هل نقصن عليهم بعلم وما كنا ظائفين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ونفسروا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا نكم فيها معايش خليلا ما تشقون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا بالمنائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذا موتك قال آخرهم منه خلقتني من ماء وخلقتهم من ضي قال فاهبطوا منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعدون قال إنك من المنظرين قال فبما أغلتني لأبعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين قال خرج منها مذعوما مبحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهدنا منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حين تشئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليردي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نعاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وطعسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما نعاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا غلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاشرين قال اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لناحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس أيواري سوآتكم وريشا ولباس الدقوى ذلك قائل ذلك من آيات الله لعن لهم يذكرون يا بني آدم لا يصننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما رباسهما لوريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أورياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشات أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا ودوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يعب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرجت عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإكن والبغي والبغي بغير الحق وأن تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدرون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس بالنار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداربوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يظلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعينوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صلوهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف ردالوا يعرفوا يكلهم بسيناهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أرصابهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا ألا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف ردالا يعرفونهم بسيناهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا زينهم لهوا ولعبهم وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد إجئناهم بكتاب فصلناه على علم ردى ورحمة كدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل فجاءت رسول ربنا بالحق أهلنا من شبعاء فيشفع لناهم رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قال خسروا أنفسهم وول عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرم في ستة أيام ثم استوى على العرش يبشر إلى النهار ويطلبه حديثا والشمس والقمر والنلوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تفرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تتسلوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سبناه لبرد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثموات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبت لا يخرج إلا نكيدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراجع ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني مسؤول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم من جاءكم ذكرون من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم توحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفل وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما نعمين وإلى عاد أخار مهودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم لكم من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجدنا لنعبد الله وحده ولا يرنا كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وضع عليكم من ربكم ردس وغضل أتجادلوني في أسماء سنيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة مننا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بين جن ربكم هذه ناقة الله لكم آية فلوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ لكم عذاب أليم فالكروا إرجع لكم سنفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سفورها قصورا وتنحتون الجبال بنيسا فالكروا آلاء الله ولا تعفر في الأرض مفسدين قال المنح الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال المنح الذين استكبروا إنا للذين آمنتم به كافرون فعقروا ما فتوعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا لما تعدنا إن كنت من المرسلين فأقلتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطني قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم موسيقون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجون من قويتكم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فجاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلافها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثاكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولا كنا كارهين قد افتغينا على الله كريبا إن عجنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقولنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسعر ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتوا شعيبا إنكم بذل خاسرون فأخذتهم الراجبة فأصبحوا في بارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كهل لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم بسانات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسان والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد نسى آبان الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعون ولو أن أهل القرى آمنوا وابتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يحسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا روحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يجتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصدناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون سلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم لعفنا من بعضهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق معنا أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم بمينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي دعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء لمناظين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرده وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجرب إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستوهبوهم وجاءوا بزحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبضل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وبارون قال في العون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لنكرم تردمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتلوا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك والهتك قال سنفدل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استحينوا في الله واصبروا إن الأرض لله يؤذها من يشاء من عباده والعاقبة للمبتقين قالوا أوذينا من قبل أن تهينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصرهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مما تأتنا به من آية لتسحولا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والأمة والضفادع ومن آيات مبصلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعونا ربك بما أهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل منبالغه إلى هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كلبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأوثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صلوا وجمرنا ما كان يصنع فرعون وظومه وما كانوا يعيشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأذه على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلى أنك ما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن أولئك سفروا ما هم فيه وباطئهم ما كانوا نعملون قالوا يا الله أبغيكم إلى هم وهو فضلكم على العالمين وإذا نجيناكم من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه أروا اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المرسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وجلمه ربه قال رب آله أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مقالمه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخل موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تنج إليك وأنا أول مني قال يا موسى إن استفيتك على الناس رسالاتي وبكلامي فخذنا آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الأنواع من كل شيء موعة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأموا قومك يأخذوا بأحسنها سويكم دار الفاسقين سأصيق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا وإضاء الآخرة حابطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من فليهم عجلا جسدا له بوا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ألديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان آسفا قال يقال بئسا خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعظوني وكادوا يبتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخل ما في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتقلوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون سار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا لما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتحركنا بما فعل السماء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حساسا وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصير به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأموهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزره ونصره واتبعونه والذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويبيه فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق به يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسفاظا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسفاه قومه أن يضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأهزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما أرزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبتل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم إجزام السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن الضرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم ليدانهم يوم سبتهم شرها ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نغلوا بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمد منهم لنتائضون قوم إلا هم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عذوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا فردة خاسمين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الغيامة من يشومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سير فضلنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه فلم يأخذ عليهم نتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتفون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا أن رفعناه بها ولكنه أخلط إلى الأرض واتفعواه فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتري ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مدين أولم يتفكروا ما في صاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حقيق بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادية لك ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا قوت يسألونك كأنك حقي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثركم من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما درشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت تعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يغلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامدون إن الذين تدعون من بون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولدعوا شركاءكم تم مكيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصادحين والذين تدعون من بونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزهم فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قولوا لاجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا طرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وتون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن ما يساقون إلى الموثم هم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوتون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ثابر الكافرين ليحق الحق ويرطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ غشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم يا سماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كبروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العطاب ذلك فذوقوا أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كبروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئن دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا فيها فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم لا لكم وأن الله موهن كيف الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا لن تؤني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستطعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اعتناد عذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأن تفيم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنبكم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركو أسهل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غارب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئة لنكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها أولاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوبوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تكفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض تميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قول لا يقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهروا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سنخل أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبرغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسكد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وعقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن نكذوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون هلا تقاتلون قوما نكذوا أيمانهم مهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفص صور قوم مؤمنين ويذهبوا إلى قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حفظت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عندهم أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استخذوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحفى إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترفصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدن قوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فأمتون عنكم شيئا وطاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوبا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء كافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يونيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم آتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يخفكون ادخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفعوا نور الله بأخواههم ويأبى الله إلا أن يزمنوا ربوا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كذيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس للباطل ليأكلون أموال الناس للباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون منها والبطة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب المليم يوم يحمى عليها في نار فهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كازتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهر عزاج الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الخفل يضلر به الذين كذروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم زوء أعمالهم والله لا يهدر قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أما نداع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذلكم عذابا أليما ويسترد القوما غيركم ولا تقرروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله كالعليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقانا وجاهدوا بأموالكم وأمفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقق وسيحرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهنقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أمينت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأمفسهم والله عليمهم بلمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قيوبهم فهم في رئيبهم يترددون ولو أراموا الخودا أعدونه ردة ولكن كره الله بعثهم فشفقهم وقيمة ردوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليمهم بالظالمين لقد افتروا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاربون ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصلك حسنة فسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أقلنا أمرنا من قبل ولتولوا وهم فارحون قل لم يصيبنا إلا ما كثت الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحزنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو فرعا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كاربون فلا تعجلك أموالهم ولا أولادهم إنما يريب الله ليعلمهم بها في العيات الدنيا وتسعقهم خسؤ وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قومون يفرقون لو يجدون منجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله واسوله وقالوا حسن الله وقالوا حسن الله سيؤتين الله من فضله واسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفخاء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وترقاب والغاربين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه بذن قل بذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فلم يعلموا أنه من يحادي لنا ورسوله فأن لهنا وجهنم خالبا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم وتنزلوا بما في قلوبهم وليستهزئوا إن الله مخرجوا ما تأذرون ولكن أنسأتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فكفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمهم كي ويلهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعب الله المنافقين والمنافقات والكفا ونارد أننا خالدين فيها هي حسهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حافظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يعدهم نبأ الذين من قبلهم قوم يوم وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مبينا والمتفكات أتتهم رجلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويرتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تدري من تهلها أنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن وإغوانهم من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي وجاهد البثار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحرقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كرمة الكفر ودغوا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قبله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا معذبهم الله عذابا لهم في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من وليه ولا نصير فمنهم من عاهد الله لإن أتانا من قبله لا يصدقن ولنكون النبي الصالحين فلما أداهم من قبله فخيوا به وتولوا وهم معيضون فأعقفهم نفاقهم في قيوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وندواهم وأمن الله علاموا الأجوب الذين يلمزوا للمطورين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسترون منهم سقر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إلا تستغفر لهم سبعين موتا فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يأجي القوم الفاسقين فلح المخلقون بمقعدهم جناس رسول الله وكرهوا أمين الله بأموالهم وأنفسهم في سديد الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا أقول لأنما نشد حرار لو كانوا يفقنون فليبحطوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يقصدون فإن ربعت الله إلى ضائفة منهم فاستألنواك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدا وأن تقاتلوا معي أعدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فقلتوا مع الخالفين ولا تصل على أحد من أمات أبدا ولا تقوم على قبيه إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعتذك أموالهم وأولادهم إننا يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتسعق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أمامنا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنت أولو الطول منهم وقالوا بغنانكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأمفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجيب تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعوام وإذن لهم وبعض الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجوا إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله أفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك بتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رفعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى آئم الغيم والشهادة فينبئكم فيما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إنهم طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجز ونأواء بأن مجزاء لما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فإن تعرضوا عنهم فإن الله لا يرضى أني قوم الفاسقين الأعراب أشد كفر الله إذا قموا أجبر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق نظرما ونترفص بكم الدوائر عليهم دائرة السعوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قمة لهم سيدخذهم الله في رحمته إن الله غطور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأغنصائي والذين يتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربو عنه أعد لهم جناتها تجري تحتها الأنار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وأخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخا سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غطور رحيم خذ من أموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاةك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التربة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسار الله عنكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الريد والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مردون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا درارا وكبرى وتفيضا بين المؤمنين ويرصادا ويرصادا لمن هارب الله رسوله من قبل ولا يحلفن إما ولنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد مستس على الدقوة من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس ظنيانه على دقوة من الله وعبوان خير أم من أسس ظنيانه على شبابه بمار فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يدال ظنيانهم الذين نوريب دار في قلوبهم إما أن تضطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأبوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الدورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله أسترشعوا ببيعكم الذي باعدوا به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العامر والحامدون السائحون الرافعون الساجدون الساجدون الآمرون بمعروف وانبعون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا منها بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان جفاه إبراهيم لأبي إلا أنوا عدده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تفرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم وما كان الله ليظل قومهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويومي وما لكم من دون الله من وليه وما نصير نختار الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريض منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رغوظ رحيم وعلى الخلافة الذين خلفوا حتى إذا ضافت عليهم الأرض بما رغبت وضافت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلهيه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورغبونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرابوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيرهم غمرهم ولا نصفهم ولا مخنصة في سبيل الله ولا يضرون موطئا يرئوا الكفار ولا ينامون من عدو النجلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينافطون لفقة صغيرة ولا كثيرة ولا يقطرون وعديا إلا كتب لهم ليجريهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفروا كافا فلوما نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إلا رجعوا إليهم لأنهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكهم من الغفار وليجدوا بيكم غضا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما منزلت سورة صغفة منهم من يقولوا أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرموا فزادتهم إبسا لبار جسمه وماتوا وهم كافرون أولا يعون أنهم يستنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر رعبهم إلى بعض هل يرأكم من أحدهم ثم انصروا صرق الله قلوبهم بأنهم فهم لا يفهمون فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما همدتم حليص عليكم حليص عليكم بالمؤمنين رأوكم رحيم فإذا جولوا فقل حسبي الله لا إله إلا أمر عليه توكلت وهو أفو العرش العظيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد وصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خنق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مربعكم جميعا وحد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقنسطو والذين كبروا لهم شراب من حمين وعذاب أليم بما كانوا يكبرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يتصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء لا واضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فقيم تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدي الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقرية إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاء لا في طهانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك أن لم يدعونا إلى ضره مسا فذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم سلوه بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم دعناكم خلائف في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأدي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من دلقاء نفسي إن أتمع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ردي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما داوته عليكم ولا أداكم به فقد لبث فيكم عظرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبلون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عناد الله قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السنوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة من سبخت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيتهم من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ألقنا الناس رحمة من بعد ضراء رستهم إذا لهم مكرون في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن أسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وغنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لإن أجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجعهم إذا هم ينقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض نخربها وزينت ورن أهلها أنهم قادرون عليها تهامونا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم ترن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وفرهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم واشركاؤكم فسيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيزا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أخلا تتكون فذلكم الله وقبكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تنفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمسجدين وإن كذبوك فكن لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يرصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم فتخسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتغفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإلى جاء رسولهم قطي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إلا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إلى ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبقون كأحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندمت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم أوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فإذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضن على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار والرصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي ودذكي لي بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاغبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قنوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا سأتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح السائرون قالوا أجئتنا لتنفدنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطره إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ظالمين ونتنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما في مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليغلوا عن سبيلك ربنا ضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورجقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من طبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن طوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من طبرهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب فيه من يشاء من عباده وهو الغبور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك وصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بلا تصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله لزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاه ولئن قد إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأدوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادفين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذفوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض فما كان لهم من دور الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قرمه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التبعك إلا الذين هم راضلنا باذي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاق ربهم ولكني أراتم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني لن من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مواقون فيصنع الفلك وكل ما مر عليهم لهم من قومه سخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالدبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا ابني وكم معنا ولادكم مع الكافرين قال سأوي إلى جبني عصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغذرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك فأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فضاني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه لكيتوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت فيه إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا انجحلوا بآيات ربي معصر رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغبروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيتونني غير تخصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فاعبروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكنوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ذيارهم جاثمين كأن لم يرنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبثا جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو جسمهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأتهم طائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءتهم البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ربن شديد قالوا يا لوطا إنا رسل ربك لن يصلوا إليه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما كان أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمقرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومت عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أواكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تحتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما فنع عليكم بحذير قالوا يا شعيب أصلاتك تمرك أنتوك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه حزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم ويا قوم لا يجرم أنكم شطاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم موح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفه كثيرا مما تقول وإنا لا يراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهيا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه على بيخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيد الثمود ولقد أوسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يطلق قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مدموع لأناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تقله نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يهيد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلود فلا تقو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا له أفوهم نصيبهم غير من قوص وما قد آتينا موسى الكتاب فاختلق فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من مريب وإن كلا لما ليوفي أنهم أبك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت وما تأممك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ملموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين غلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهرق القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كرمتهم بكلامل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموظة والإكرار المؤمنين وقل للذين لا يؤمنوا يعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله وعيب السماوات والأرض وإليه يردع الأرقل أعبده وتوكل عليه وما ربك بغافر عما تعملون ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصوا إياك على إخوتك فيكيدوا لك تهدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومهم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتفقه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا دمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لم نحافرون قال إني ليحلمني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأدمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشان يركون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاءوا على قبيصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل وهو قال يا فشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله علموا بما يعملون وشروه بثمين بخس دراخم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتره من مصر رأته أكرمي متوام عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما برأ شده آديناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيدلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستلق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا لله أو يسكن أو عذاب أليم قال هي راوبتني عن نفسه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعط عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاضئين وقال نصرة في المدينة رأى العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شرفها حبا إنها لراها في ضلال مبين فلما سنعت بمكر إن أرسلت إليهن وأحددت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اغروج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا مشرا من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمدنني فيه ولقد آودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربك إن أحب إليهن ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستفعب له ربه فصارف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما أو الآيات ما يسجننه حتى أخيم ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل خلق رأسي خبزا تأكل الطيوم نبئنا لتويره إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام تزقانه إلا نباتكما بتأويره قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أربار متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدوا من دونه إلا أسماء سميته وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدهما فيسقي ربهم خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتنان وقال للذي من أنه نادر منه من كوني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع فقرات سمانية قلوهن سبع عجاق وسبع سنبلات قضر وأخر يابسا يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وددوا لعبة أمة أنا وأبئكم بتأويله فأرسلون يوشف أيها الصديق أفتنا في سبع فقرات سمانية أولوهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضي وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع فقرين جاءبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه واغوا الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسوم قال رجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راردتن يوسف عن نفسه قلنا حاجر الله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راردته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لما خنه بالغير وأن الله لا يهدي كيب الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأما عدو بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفير عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فتدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخير لكم من أبيكم ألا ترون أني هو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيلاكم عندي ولا تقربون قالوا سنغاول عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بطاعتهم في لحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انطلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكير فأرسل معنا أخانا نتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أبنتكم على أخير من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونبئوا أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تردون موثقا من الله لتأتوا النيبه إلا أن يحاطبكم فلما آدوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أوني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يبني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عكوب قضالا وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أدوى الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخار قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العيو إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا سواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما هو جد في رحله فهو جزاؤه كذلك نزز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبتها لهم قال أنتم شهم مكانا والله أعلم بما تصرقون قالوا يا أيها العزيز إن لمهبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاه الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثبا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فطولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القوية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصل جميل عزى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا ذا الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حارا حتى تكون حارا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بذي وحزني إلى الله قال إنما أشكوا بذي وحزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تجأسوا من روح الله إنه لا يجأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مثنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة المزاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال ألعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جابلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تلاه لقد آثرت الله علينا وإن كنا نخاطئين قال لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم والوارحم الراحمين إذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي طلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فأرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال زخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتها لا تأويل يا لمن قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ من بعد أن نزغ الشيطان بيني ومين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفى مسلما والحقري بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليهم من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ألعو إلى الله على بصيرة أنا وما اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أوسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا ستيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فمدي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المهمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتصيل كل شيء وتصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك وربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل انقرونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس وانقرر كل يمي لأجل مسمى يدبئ الأمر يبصر الآيات لعلقهم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها وواسع وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتبكرون وفي الأرض قطع تجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وراء صنوان يسخى بماء واحد ونخضي بعضها على بعض في الككل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإذا دعجر فعترهم قولهم إذا كنا تغابن إما لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار من فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المكولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا أولاق أنزل عليه آية من ربه إنما أنتم منظور كل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أمثى وما تريد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه روال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعه وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسي الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجالدون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستديرون أهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببارغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأرقسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي ظلمات والنو أم دعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتجابها الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء من فسالت عوضيتهم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بطراحية أو متاع زبدا مثله كذلك يضيب الله الحق والباطي فأما الزبدا فيذهب تفاء وأما ما ينفع الناس فينطده الأرض كذلك يضيب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجابوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه نفتدون أولئك لهم سوء الحساد ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتلكون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينطبون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويخصدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كبروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من آب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كبروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كبروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائم على كل نسل بما كسبت وجعلوا لله شركاءكم سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول فالزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المبتقون تجري من تحتها الأنهار فكنها دائم وظلها تلك عطب الذين اتقوا وعطب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض نوضصى من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عطب الدار ويقول الذين كفروا لاستمر سلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من مال صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ذيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن رصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر لأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم حواء فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز للانتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وفرزوا لله الواحد الغهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ألفنا أمرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستغخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منضين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين فإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسكد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل الوطن إنا لمندوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل الوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعموك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافرها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحدون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخف الجناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعدلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرعوب رحيم والخير والبغان والحمير لتوكروها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبد لكم به الزرع والزيتون والنفيل والأعناب ومن كل الثمراء إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك آيات لقوم يأحيون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما طريا وتستخرجوا منه إلية تلبسونها وتغلقوا كم آخرين ولتبتغوا من فرنه ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميت بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجه هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تتكون وإن تعدوا نعمة الله لا تحفوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منطرة وهم مستقدرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يغلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرى عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة والعالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فيه هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ودنعم ثار المتقين جنات عبنية دخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمد رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأرسموا بالله تهد أيمانهم لا يبعث الله أن يوهون بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخذنبون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إلى أرد له أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأدر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبيلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من بينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصر الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيعوا بغاده عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا يبرهمون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أبا غير الله تلتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيما مما رزقناهم الله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون إله البنات سبحانه ولهم ما يشترون وإذا بشر أحدهم بالأندى ضلوته مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علىه من أميد السهوة التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وإله المثال الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما درك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم المسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مطرقون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلاقوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن لكم في الأنعام لعبوة نسقيكم مما في بطونه من بين فوت ودم لبنى لبنى خالصا سائفا للشارفين ومن ثموات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النعلي أن اتخذي من الجبال والوتاو ومن الشجر ومما يعجشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يقرد من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوخاكم ومنكم من يرد إلى أعوذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برده على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوا أفبنعمة الله يلحنون والله فعلكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحغدا وردقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يمرك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه مما رزقا حسنا فهو ينفق منه سوا وشهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بمعجل وهو على صراط مستقيم ولله غير السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم رعبكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبائها وأشعارها أثاثا ومداعا إلى أخيم والله جعل لكم مما خلق بلانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سوافين تقيكم الحر وسوافين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك الغلاب المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعت من كل أمة شهيدة ثم لا يذنوا للذين جفوا ولا هم يستعترون وإذا رأى الذين ظلوا العذاب فلا يخف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعون من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن سلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كذبوا وصدوا عن سبيل الله زرناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا مفسدون ويوم نبعت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكذابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيداء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعبكم لعلكم تذكرون وأوهوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنظروا الأيمان بعد سوكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا فالذين قبضت وزلها من بعد قوة أن كذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة دنيا أو با من أمة إن لا يللوكم الله به وليبين أن يكون يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عن ما كنتم تعملون ولا تتقلوا أيمانكم دخلا بينكم فتزيل فلا بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ذمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقه ولنجد أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر المؤمنة وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجد أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإن أبدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما يوزل قالوا إنما أنت مفترم بل أثرهم لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليذبق الذين آمنوا وهدى وبشرى على المسلمين ولقد معلموا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلعدون إليه أعجمي وآذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في القفل صدرا فعليهم رب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادر عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضاب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فألاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ونقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون أكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم بياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما ترصف أجسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هانوا حرم ما قصصنا عليكم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذي يعملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طالتا لله حنيبا ولم يكني المشركين شاكرا لأنه يجتله وهذاه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيبا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعرة الحسنة وبادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل على سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فآقبوا بمثلنا أوتبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصعبين واصبر وما يصلوك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعمله ليلة من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا عوله لليه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فإذا جاء وعد أولام ما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا ببأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم وددنا لكم القرد عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسدتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما له تتبيرا عسى أرضكم أن يرحمكم وإن عدتم عبنا وجعلنا جأنم للكافرين حطيرا إن هذا القرآن يهجر لكي أقوى ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون للآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشري دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهر آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهر مبصرة لتبتروا فضلا لتبتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أعلمناه طائره في عرقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما من اهتلنا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزرها زرته مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نبرنامت وفيما ففسقوا بها ففسقوا بها فحق عليها القول فدمرناها تجميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بغلبك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العالي نتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن يراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله الناخر فتقعد مذموما مخلولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبرغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم لما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين رفورا وآدل القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذل تذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كثورا وإما تعرض النعم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فارجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يبك مغلولة من أعرقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقل منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء وتقلل إنه كان بعباده خفيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم فشلة إلا قد نحن نرزقهم وإن ياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوريه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليدين إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كردوا مزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تقويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه من عند ربك مكوها ذلك مما أحا إليك ربك من الحكمة ولا تدعى مع الله إلها آخر تلقى في ذهن ممنوع ما مدعورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرثنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل له كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتضوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبر والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما وفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون في الآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم كنة أن يفقه هو في آذانهم وفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحبه ولو على أدباله النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقولوا الله علمون إن تتبعون إلا رجلا مستورا انظروا كيف ضاروا لت الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لنعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يريدنا قل إلا لي فقاكم أول مرة فسينغضون إليك نوسهم ويقولون مداهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يجرواكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مدين ربكم أعلم بكم إي شيء يرحمكم أو إي شيء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضه وآتينا داموز زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمركون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين نالعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون أذابه إن أذاب ربك كان محذورا وإن من قوية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثموت الناقة مرسرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاطر الناس وما جعلنا الرؤيا الذي أعيناك إلا فتنة المنزي والشجاعة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يجيدهم إلا طبيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي قومت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتمك أن بريةه إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن شهنم جزاءكم جزاء موفورا واستخجز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يهم الشيطان إلا ظهر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضكم وجان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من البيت فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيتبعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البد والبحر ورزقناهم من الطيبات ونضلناهم على كثير من من خلقناك الضيلا يوم نجعو كل أناس بإيمانهم فمن موتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يغلمون فتيلا ومن كان في آله أعمى فهو في الآخرة أعمى وأغل سبيلا وإن كادوا لا يفكرونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر علينا غيرا وإذا من اتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لالقناك ضعف الحياة وضعف النمات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستخذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلمثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك برسلنا ولا تجد لسنة ما تحونا أقن الصلاة لدنوب الشمس إلى مساق اللي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الفجر فتأجر به نافرة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقرب أدخلني مدخل صدقه وأخرجني مخرج صدقه واجعلني من لدنك سلطانا النصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زنقا والنزل من القرآن ما هو شباء رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا نزيل الراجلين إلا خسارا وإذا نعنا على الإنسان يعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يقوسا قل كله يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي وما أديتهم من العلم إلا قليلا وليه شمالا ذهبا بالذي أوعينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضليلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مدل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة من مخير وعيب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك أيض من لخف أو ترقى بالسماء ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقر قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائدة يمشون مطمئنين ننزلنا عليهم من السماء ما لك رسولا قل كفا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خفيرا مصيرا ومن يهد الله فهو المهدد ومن يغلل فلن تجد لهم أورياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى بسعى آيات بينات فاسأل فني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكلوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونديرا فقرآنا فاقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبدغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أولفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامرهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك وأن إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا ذهويب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراب قوى وإن يستغيثوا يراثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق مدتين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودقل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعزا ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نقادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عقدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويكادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذارهم وقرى وإن تدعوهم إلى الهدى فليه يهتدوا إذا أبدا وربك الرفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثنك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا قلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقط فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حملة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حزنا قال أما من ظلم فسوفا نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حزنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تطنع على قوم لم نجعل لهم من دونها زكرا كذلك وقد أحطها بما لديه قضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قضرا فما استطاعوا أن يرمروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوم إنه ينوج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا فعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عوقا الذين تانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كبروا أن يتخذوا عبادي من دوري أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كبروا بآيات ربهم ولقاء فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كبروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خابتين فيها لا يبرون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا كافحا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العب مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت النوالي من رائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكونني ظلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عثيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وعنالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك لجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلمز يوم إنسيا فأتت به قوم هذا حمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يدخل منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختمف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهن أرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شفيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاب ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فوهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ووفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واتتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خلوا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجند ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة الذي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميتنا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم وشياطين ثم نخبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واددها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها ديريا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخلوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشباعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخروا القبال عدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طوحا ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العوج استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحتثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا ومن خطى لأهلهم كثوا إني آنستنا ونعلي آديكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا أردك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستنع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آدية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمي بها واتبع هوابها دوزا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكي عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها المولى وقوم يدك إلى الجناحك تقرب بيضاء من رئيسه إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فدعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد لي أزيه وأشركه في أمري كي يمسفحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أجيت سؤلك يا موسى ولقد منأنا عليك مرة مقرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في الأم فلنقه لأم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك في تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتأمناك فتونا فلا بفتسرين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذا بأمت وأخوك بآياتي ولا دنيا في ذكري إذا بأينا في العونه إنه طغى فقولا له طولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنا أنا خاف أن يغرط علينا أو أن يطغى قال لا تطافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأوسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هزى قال فما بال الكرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وضعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لقلنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرنا سوحا فتولى فدعهم فجمع كيبه ثم أثى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا المساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجنعوا كيتكم ثم اتوا صفا وقد أفلع اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقيه إما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حفالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب أرون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أجد عذابا وأبقى قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا من ربنا ليغفرنا فطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت رفه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها أمهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمني ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غوبي فقد هرى وإني لغبار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هدى وما أعداك عن قومك يا موسى قالهم أولاك على أبي وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قونك من بعدك وأضلهم سامري فرجع موسى إلى قومه غضبا مأسفا قال يا قومي ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمردتم أيها إلا عليكم وضبوا من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حممنا أوزارا من زينة القوم فطلفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم جدا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم أعون من قبل يا قوم إنما قتلتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرع عليها كفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا أيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا أم لا تأخذ بيحيدي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما خطبك يا سامري قال وصرت بما لم ينصروا به فقطبت قبرة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبا لنحرق أنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أذلك يقص عليك من الباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم يوفق في الصور ويحفر المجرين يومئذ زرقا يتفافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا توا فيها عوجه ولا أمتا يومئذ يتبعون الباعي لا عوج له وقشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشباعة إلا من أبن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعند الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقاق ظلما ولا رغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحددونهم عكرا فدعا لله الملك الحق ولا تعزل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زرني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للمنائك في سجور آدم فسجدوا إلا بليس أبا فقلنا يا آدم إن أنا عدو لك ولزوجك فلا يخرج أنكما من الجنة فتشقى إنك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه شيطان قال يا آدم هل أبنك علي شجرة الخلد وملك لا يبنى فأكلا منها فبذت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم لتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اعتطى منها جريعا من بعضكم لبعض عدو فإما لأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشر جمي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات ما فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزينا نسرة ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم ينقون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان جزاما هو أجل مسمى أصدر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا الذي فسبحوا أطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأم أهلك في الصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتي إن بينتنا في الصحور الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أنه إلا ونخزى قل كلهم متربص فتربطوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتزى اقترب للناس حسابهم وهم في رفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدد إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجو الذين ظلموها الهالى إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماع والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبوات أحلامهم بل افتواه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أوسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلنون وما جعلناهم جسدا لا يأكلوا الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ركركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إلا هم منها يوقضون لا توقضوا وردروا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لأولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيادن أبوه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا فسبحان الله من رب العرش عما يصبون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هادوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يصبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاورهم من خشيته مشفقون ومن يطل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الغالبين أولم يرى الذي يكفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهددون وتعلم السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فاك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشل والخير فتنة وإن لنا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هدو أن هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خرق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن ودوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغفة فتبهدهم فلا يستطيعون غدها ولا هم ينظرون ولقد استؤزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يسترزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل نتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالرحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينبرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ردك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولضعوا الموازين القزق ليوم القيامة فلا تظلموا نفسه شيئا وإن كان مثقال حبت من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا لكم مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقونه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاكدون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أبئتنا بالحق أما أنتم من اللائبين قال وربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتلّى إلى أكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم وقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أبيه الناس لعلهم يشهدون قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلموا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يروبهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بربا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعبو بنافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيطاء الزكا وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائد إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ أحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القرم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آدينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والقير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان اللي حاصفة تجيب أمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يروصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافرين وأيوبا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما بي من ضر وآتيناه أهله ومثلهم نعهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذا أرى مضاضبا فظن أن لن نقدر علمه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكر إياه إذ نادى ربه رب لا تدعني فردا وأنت خيروا الواعثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسائعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانونا خاشعين والتي أحصنت خرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وغنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ونأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ألصار الذين كبروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة منها لا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدوا لعندون الله حصلوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سرقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطو السماء تطين سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزمور من بعد ذكر أن الأرض يأيتها عبادي الصالحون إن في هذا لبدا غل قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آدماتكم على سواه وإن أدري أقعيب أو بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رضيحكم بالحق وردنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس تقون ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضاة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإن أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحديق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نظم أن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جمنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصد بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يسجد له من في سماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحديد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطحر بيتي للطائفين والطائمين والركع السلود فأذن في الناس بالحج يأتونك رجالا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رسبهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأضعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تبثهم وليوفوا نلورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجلس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك في الله فكأن ما خر من السماء فتخطفه طير فتخطفه طير أو تهويب الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من فقوى القلوب لكم فيها منافع إذا جنم مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منزكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلا هكم إلا هو واحد فله أسلم وبشر المخبطين الذين إلا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فالكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعدر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع على الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كثور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على حوشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعتنونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد فإن يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعبروا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ينقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما ينقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاط بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتفت لهم قلوبهم فإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بوتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا واجذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب مثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصر أنه الله إن الله لعفو رفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخى لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس الرؤوف الرحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكبور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختاركون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كبروا المنكر يكادون يسلون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كبروا وبئس المصير يا أيها الناس اضرب مثل فاستمعوا ل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمضلوب ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا الكعوا اسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجة ملة أبيكم إبراهيم ووسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قراء مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به نقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبط بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملع الذين كبروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فترفصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناه فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل سوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك آيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قونا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملع من قومه الذين كبروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إلى الخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ثرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة للدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحوا النادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم أتاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تتراه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائي فاستكبروا وكانوا قوما عادين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابلون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يحتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون فالقلوبهم في غمة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تدلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدون أفلم يتبروا قول أمجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له ممكنون أم يقولون به جنة ألجاءهم للحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفست السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك نتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار أبلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تبتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل بأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما ينشكون قل رب إما تريني ما يعدون ربك لا تجعلني في القوم ظالمين وإنا على النريك ما نعدهم لقافرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همسات الشاطي وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركه كلا إنها كلمة هو طائرها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المبرحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهن مخالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فأنت خير الرائمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما عسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وأنت خير الرائمين سورة أنزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تلقرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم به مرأة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عسابهما طائبة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هوا الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله قفور رحيم والذين يرمون أسواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويذرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لطب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا قضوا الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذف حصفكم منكم لا تحسبوه شوى لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسى من الإذن والذين تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا هضن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذائكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعات شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما أرضكم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأخواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حين وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بثان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنكم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوب رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشات والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سنيع عليم ولا يأتلئ للفضل منكم والسعات أن يرثوه للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الممنات العلوب الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأوجله بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيدون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لأن مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أبلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تبتمون قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفروا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرهم بما يصنعون وقل للمؤمنات يغطون من أبصارهم ويحفروا فروجهم ولا يبدين زينتهم إلا ما رهر منها وليضيبن بغموهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهم أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائي بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ألمانهم أو التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يغلدن بأوجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفه الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يمتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبترها والحياة الدنيا ومن يكرهون فإن الله من بعد إكراه إن أبور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب بري يوقر من شجرة يوقر من شجرة مباوكة زيتوة لا شرفية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في الغدو والآصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيقام الصلاة وإيداء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كذروا أعمالهم كسران بقيعة يحسره ومآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سيع الحساب أوقع غلمات في محل الجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب غلمات بعضها فوق بعض إذا أخذاته لم يكل يراها ومن لم يجعل إليه له نورا فما له منه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافا كلهم قد علم صلاته وتسليحة والله علمهم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من الجمال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصيبه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار يخلب الله الليل والنهار إن في ذلك يحلغ تذلئ للأبصار والله خلق كل دابة منا فمنهم من يمشي على رطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معيضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرهم أمرتابوا أن يخاطون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المخلقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويثقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أمامهم لإن أمرتهم ليقردون قل لا تقسموا طاعتهم معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم أحمل وعليكم أحملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ردوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كبر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم توحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الناء ولا بئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفكر وحين تضعون ذيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فلا عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحهم أعبدون طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن النذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إذنات لا يرجون الكاحا فليس عليهم جناح فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابون غير متبرجات بزينة وأن يستعفرن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتهم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل من شئت منهم واستغطر لهم الله إن الله رفور رحيم لا تدعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن يعلموا الله الذين يتسلمون منكم لوالا فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أملتم عليه ولوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم سبارك الذين ازلأ الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتقذ ولده ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا وقال الذين يكبروا إن هذا إلا إكوا افتراه أعانه عليه قوما آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أسعظير الأمرين اكتبها فهي تهلى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غطورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزله إليه ملكون فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ويأكل منها وقال الظالمون إن تتبعوها إلا رجلا مسهورا انظرك إذا ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويدعن لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعددنا لها انكذب بالساعة سهيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرا إن دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا يوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جهنب الخلد الذي يعد النتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدي كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم ويقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يوم بغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متلحتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما انظورا فقد كذبوهم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ربه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرزين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة ما تصبرون وكان أربك وصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا منزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعدوا عدوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا رجر يومئذ للمجرمين ويقولون إجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منفورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستفرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعمل الله على لديه يقول يا ليتني اتقذت مع الرسول سبيلا يا ولتا ليتني لم أتقذ كلاما خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إرجاءني وكان الشيطان للإنسان قدولا وقال الرسول يا رب إن قون اتقذوا هذا القرآن محجورا وكذلك دعلنا لكل مبي عدوا من المجينين وكفى بربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنخفت به مبادك وردناه ترديلا ولا يأتونك بمفايل إلا جئناك بالحق وأحسن تكثيرا الذين يحشرون على وجودهم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوحي لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تذبرنا تثبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمترض مطر الزوحية فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا أوك إن يتقنك إلا هلوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يزنعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم ترهنا أردك كيف مجرر لولو شاء لدعنا موساكنا ثم دعنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبرا يسيرا وهو الذي دعلكم الليل لباسه النوم سباسا وتعلمنا ونشورا وهو الذي أرسل الياح بجرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما أنطهوا لنحيي به بلبة ميدا ونصيأ مما خلقنا أنعاما وأناسيا كذيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأكثر الناس إلا كفورا ويوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تفعل كافرين ونهجدهم به جهازا كبيرا وهو الذي مرج المحرين هذا على البنفرات وهذا ملح مجاجا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فدع له نسبا وصرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفرهم ولا يغرهم وكان الكافر على ربه غيرا وما أرسلناك إلا مرشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحليل الذي لا يموت وسبح بحمله وكبابه بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا سبارك الذي جعل في السماوات غوجا وجعل فيها سواجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ينكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أرنه وإلى خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيدون لربهم سجدا وقياما والذين يقومون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان قراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يزفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أذاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفوا ورحمة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزوى وإذا مروا باللغو يمروا كراما والذين إلا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا علينا صموا وعميانا والذين يكون رباها بلنا من أزواجنا ومرياتنا قوة أعين وجعلنا ليتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بمعصبه ويلقون فيها تحية وسلاما قالبين فيها حزنة مستقرا ومقاما قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذلتم فسوف يكون رزاما طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كيم إن في ذلك لا يتم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتفقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبهم فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمري كسرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو أنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موطنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتقذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين قال أولم جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاب فإذا هي تعبان مبين ومزع يده فإذا هي بيضاء للناغين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فما لا تأمون قالوا أرجه أخاه ومعد في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحاء عليم فجمع السحرة لنقاتهم المعلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفدعونا إن لنا لأجرم إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذن لمن المقربين قال لهم نوسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا عبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فدعون إننا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلققوا ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم لمو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فأسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم مجمعين قالوا لا ضر إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لن يربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم مدبعون فأرسل فدعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسائي فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لودربون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا يدى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وادل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئف كان آلهة دون الله تريدون فما رنكم برب العالمين وادل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل يا عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مجدت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكما وألحطني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من وردة جنة النعيم واغفري أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منهت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وغرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله ألينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ونا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تلتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هوب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فاعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قولوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إن لم تنتهي توط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الواقرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الليكة المرسلين إذ قال لهم شعيف ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المغسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعذوا في الأرض مغسدين فاتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين فما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز راحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلقناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن مدعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا به قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياصين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيبتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني كليء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراجحين تقوم وتغلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم ألأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق أذين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموه وسيعلم الذين ظلموا أي منطلبي ينطلبون قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخصرون فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب طبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي أن برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألطي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدفرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطان غير زور في تسع آيات إلى فرعون وقوم إنهم كانوا قوما فاسقين أما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم طاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا توضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغالبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سباء بنبئي يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيالهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخباء في السماوات والأرض ويعلم ما تخون وما تعلمون الله لا إله إلا هو أبو العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن غلو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إلا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلمتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعوشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرة من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طاقركم عند الله فلأنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأثون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأثون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الوضن من قرياتكم إنهم أناس يتضحرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمضرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلا هم مع الله بل هم قوم يعليون أمن جعل الأرض قارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإلا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلا هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يحديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسي الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الرئيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اتدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا توابا وأباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أدوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم بالنار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعي يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحسني إن أرادوه إليك وجاعدوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت إن رأت فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نلتخله ولدا وهم لا يشعون وأصبح فعاد أم موسى فارغا إن كانتنا تهدي به لولا أرابطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصير فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحسن ولتعلم أن وعد الله حقه ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما فلغى شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها وجلين يقود تلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستوىته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الوفر الرحيم قال رب بما أنعمت علي فأن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة غائفا يترقبا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أرد أن يبقش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين قائفا يترقبا قال رب نجري من القوم الظالمين ولما توجه دي القاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تلوبان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم دولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لنا فلما جاءه وخص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشوق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال لالك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطدون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رف العالمين وأن ألق عصاك فلما رأها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء واضلم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قدلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أخصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعتما الغالبون أما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح ظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامتهم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ مادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرانك الله وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يرتون أجرهم مرتين بما صدروا ويدربون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قوية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القوى حتى يبعث فيهمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أجيتم من شيئا فمتاع الحياة الدنيا وزنتها وما عند الله خير وأبطى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو ناقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرغنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب له أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعملت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلعين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الغير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا لا توبرها لكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم نوسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفادحه لتنوه بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا يدلنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوابوا الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخشفنا به وبباره الأرض فما كان له من فئة يرصونه من أدون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يمسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخشف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن نردك إلى معاد فالربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون أن ظهرا للكافرين ولا يصدونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون أن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالح إلا وجه له الحكم وإلى لي ترجعون ألف لامنين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسرقون ساء ما يحكمون من كان يوجود قراء الله فإن أدى الله لآل وهو السمير العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعنوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالده حسنا وإن جاءنا لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي موضعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لمدخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أغذي في الله جاء لفتنة الناس كعذاب الله ولن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدوء العالمين وليعلم أن الله الذين آمنوا وليعاملنا المنافقين وقال الذين كبروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليس لن يوم القيامة عما كانوا يخترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبذرهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السدينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانه وتخلقون إفكار إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كلبهم من قبلكم وما عن الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشد الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تطلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ونصير والذين كفروا بآيات الله ورغائه أولئك يأسون رحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قسلوه أو حرقوه أعجب الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتقذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعضهم ويلعن بعضهم بعضا وما هو أقل النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إنه مهاجئ لربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في إريةه النبوة والكتاب وآتيناه أبيره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفائشة ما سلطكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكو فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مبلقوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن ينزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا دعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصفحوا في دارهم جاثنين وعادوا وذمون وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستلصرين وقابون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى ببينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولا بهم كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البلوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعتلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدة ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولئنا يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من طبيعي من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون بل هو آيات بيناتهم في صدوث الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتي أنهم ضغطة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجرهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا عمي الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تعمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمار يقولون الله فأنا يغفكون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقضر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيى به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له هو لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا وكدوا في البلك دعوا الله مخلصين لمدين فلما نجاهم إلى البلد إذا هم يشركون ليفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطط الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمد الله يكون ومن أظلمني من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سببنا وإن الله لمع المحسنين ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله بوعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس في لقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يمون ثم كان عاقبة الذين أساروا السوء أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين دفعوا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسلحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمل في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأوضى بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتك لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ننامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم الله خوفا وطمعا وينزل من السماء ما أنفحي به الأوضى بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قاندون وهو الذي يبدأ الخلقة ما يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضعب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فإتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أولى الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا بها المشيكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون وإذا مس الناس برنبعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقوا منهم بربهم يشركون ليحفروا بما آتناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ألقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا يأتي لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا يرموا في أموال الناس فلا يرموا عند الله وما آتيتم من زكاة لا تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك المنشاء سبحانه وتعالى عما يشيكون وأرى الفساد في البر والمحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون تلسيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم من رحمته ولتجي الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل كرسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أدرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح مبشرات فيه سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يسترشعون وإن كانوا من قبل أن ينزى عليهم من قبله لمبلسهم فانضروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي النوتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ليحا فرأوهم صرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع النوتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولهم ربرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يرسم المجرمون ما لبثوغي وساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القآن من كل نثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يضبر الله على قلود الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحزنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هذى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتدي له الحديث ليبل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها بزوة أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرى تبشره بعذاب أنيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كيم هذا خلق الله فأوني ماذا خلق الذين من دونه بل الله ينون في ضلال مبين ونقد آتينا لبنان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كثر فإن الله غني حميد وإذ قال لكمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم نظيم ووصينا الإنسان بوالدين حملت بهمه وهنا على وهن وعصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ألاب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إن أئتكم إفقال حبة من خردلين فتكون في صخة فتكون في صخة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك لمن سوى تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في نشيك وارضغ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله غير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليغ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أفرام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يبعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا رشيهم مود كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خدال كفور يا أيها الناس تقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاس عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يورنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب هدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يكونون اهدراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهددون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتنكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقتاره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ظين ثم جعل أسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي ممكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون أكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لعمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفسهم ما أخي لهم من فرات أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المغوى تزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فزقوا فمغوىهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنريقنهم من العذاب الأجنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه ذا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدوا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصب بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرجوا به سرعا تأكلوا منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يرصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوبه وما جعل أزوابكم الله تغاهلون منهن أمهاتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواجيكم وليس عليكم جناع فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا نريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروحا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسهل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنون هناك بطني المؤمنون وزلزلوا زنزالا شديدا وإذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فإذ قال الطائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عوة وما هي بعوة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سكلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المرض أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دور الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف أيدهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يرشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف ساقوكم بألسنة حباد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم باتون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين إجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى أحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الموافقين إن شاء أو يدوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما قد الله الذين كفروا بريضهم لم يدالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صيصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطرها وكان الله على كل شيء قديرا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يكنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وعطينا الله رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطحركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون لسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لكعتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين وتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتعوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حريما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء راقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بلوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ماضرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله دعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهدانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين وكان الله وهو الرحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأطلون السبيلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا غوذا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز غوزا عظيما إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الوفور وقال الذين كبروا لا تأتيها ساعة قل بلا وربين تكتينكم عالم الغيب لا يعزر عنهم إصال ضوة في السماوات ولا في الأرض ولا أصرر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في أجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغبرتهم ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين هناك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتنين والذين ينزل ليليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كبروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أنبي جنة فللذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال البعيد أبلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخصف فيه الأرض أو نصف عليهم كسبا من السماء إن في ذلك آية لكل عبد منير ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغا فيه وقدر في السرط وعملوا صالحا إني بما تعملون فصير ولسليمان الريح قدوها شهر ولواحها شهر وأزلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزه منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاذيب وتماثيل وجبان كالجواف وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما تلهم على موتيه إلا تافت الأرض تأكل من سأت فلما قضى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهين لقد كان لسباء في مسكنهم ما يأشنتان عيمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا لهم بلدة طيبة ورق نظور فأعرقوا فأرسلنا عليهم سير العلم وبدلناهم بجنتين جنتين دواتي قل قمط وأثن وشيخ من سر قليل لأنك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى الظاهرة وقدرنا فيها سير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا فاعد بين أسارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك آيات لكل صبار شكور ولقد تلتقى عليهم إبليس رنه فاتبعوه إلا بريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وأفوك على كل شيء حفير قل دعوا الذين لعنتم من دون الله لا يملكون مطال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر وما له منهم من ضخير ولا تنفعوا شفاعة عنده إلا لمن ألن له حتى إذا بزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدن أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجنع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أغني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا وأميرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يده ولو ترى إذن ظالمون ونفوقون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استبرقوا أنحن صدرناكم عن الحدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استطعقوا للذين استكبروا للمكر الليل والنار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكر في الله ونجعل له أمدابا وأسروا الندامة لهم أو العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجدون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من النذير إلا قال مترفوها إلا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاجا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم من تنازلها إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جلاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يشعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيئا فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشون جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ومينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ويقول للذين ظلم وذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تكلى عليهم آياتنا بيئات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم مهما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا كن مستوى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سعر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبل كم النبي وكذب الذين من قبلهم وما فلغوا من الشهر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيد قل إنما أعرقهم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين أني عذابي شديد قل ما سألتكم من أجياء فهو لكم من أجرياء إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يطلق في الحق علام الغلوب قل جاء الحق وما يرجع الباطل وما يعيد قل إن أضللت فإننا أضلل على نفسي وإن اهتديت فلما يوجي إلي ربي إنه سميع طيب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوتوا أخذوا من مكان طيب وقالوا آمنا به وأنا لهم اتناوش من مكان بعيد وقال ففروا به من قبل ويطلقون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا بشك مريب الحمد لله فاضي السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجلحة النثنى مثنى وثلاثة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس الرحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا اعمد الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا ترفكون وإن يكلموك فقد كل بترسل من قبله وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حقه فلا تغرى أنكم الحياة الدمية ولا يغرى أنكم بالله من الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن ذين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضر من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نتفك عليهم حسرا إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتذير سحابا فسقناه إلى ملد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يغفعه والذين يمقوا السيئات لهم عذاب شديد وما كل أولئك هو يظهر والله خلقكم من تراب ثم من مغفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من منفى ولا تضع إلا بحلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من مهر إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا البنفرات سائر شرابه وهذا ملح جاج ومن كل تأكلون لحمه طريا وتستخيلون حذية ما تلبسونها وتغلقك فيه مواقع لتغتروا من فضله ولعلكم تشكون يولجوا الليل في النهاي ويولجوا النار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من فطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خفير يا أيها الناس أنتم الفقاء إلى الله والله هو الغمي الحميد إن يشأ يذهبكم ويأجي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تدعو أزرة وزر أخرى وإن يتدعو مفطلة إلى إذنها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة وما تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والمصير ولول مات ولا النور ولول ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمعين من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبع وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كذروا فكيف كان ذكير ألم تر أن الله أنزى من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدى عنديق وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرى في بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وعطاه الصلاة وأنفقوا لما أرزقناهم سرا سرا وعلى نيتان يرجون تجارة لن تبوا ليوفيهم أجورهم ويجيتهم من فضله إنه غفور شكو والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يلدانه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصده ومنهم سادقه بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من فأذن والؤلؤى ولباسهم فيها حين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحدن إن ربنا لغبور شكو الذي أحذنا بار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبور والذين كبروا لهم نار جهنم لا يطلع عليهم فينهدوا ولا يخفق عنهم من عذابها كذلك نجلي كل كبور وهم يصليقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا معملكم ما يذكروا به من تذكر وجاء أكل النبي فلعبوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه عليمهم بذات الصدو هو الذي جعلهم خلائفة الأرض فمن كذب عليه كفور ولا يجيد الكافرين كفورهم عند ربهم إلا نقلتا ولا يجيد الكافرين كفورهم إلا خسارا فلأرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوهم في السماوات أما تيناهم كتابا فهم على بينكم من بل إن يعيدوا الرالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد عمانهم لإن جاءهم نذير ليكونوا من أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زابهم إلا نقورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أعلى الله إلا سنة الأولين فلما تجد لسنة الله تبديلا وما تجد لسنة الله تحويلا أولم يزيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة لين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعينه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على رهدها من ذاب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يا سين والقوآن الحكيم إنك لمن المرسل على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قونا ما أنذر أباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مضمعون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء على بهم أهل الأرضهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا من أغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي المودى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثاله فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتوا لأرد منكم ويمسنكم إنا هذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسيفون وجاء من أغصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسأل ثم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه دوجرون أأتقذ من دونه آلهة إن يرده الرحمن بظل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينبذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثميه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آتك العرجون القدين للشمس ينبغي لأن تدرك القمر ولله مسابق النهار وكل في فلك يسفحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن ضيقهم فلا صيخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتفقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معيوين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رجبكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرضون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ومفق في الصوي فإذا هم من الأجباث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخطرون فاليوم لا تغلب نفسه شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألما أهل إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جهلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم لما كنتم تكفرون ألهم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يرصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياه ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغله إنه إلا ذلك هو قرآن مبين لينذر من كان حياه ويحق القول على الكافرين فَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِكُ وَفَلَا يَشْكُونَ وَاتَّقَلُوا مِعَدُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ مَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْ كَقَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرْنِي أَنْسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَابَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ طَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِينٌ أُلْحِيهَا الَّذِي أَنْشَهَا أَوَنَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ أَوَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْبَرِ نَارًا فَإِذَا أَمَاتُوا مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِطَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَكُولَ لَأُوْكُمْ فَيَكُونَ فَسُلْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّفَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدًا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشاذق إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَالِدًا لَا يَسْسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيْقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبًا بحورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبًا إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَاطْفَةَ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبًا فَاسْتَفْتِهِمْ أَوْمَ شَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبًا بَلْ عَجْبِتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ مُّبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا جُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاهُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ أُرْشُهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاعبين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم خاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألف وآباهم ضلين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مجبئين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هاب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما ودله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذرح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وأديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياسا لا من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون مع له وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فتذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ومن الله أفلا تعقلون وإن يونسا لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتلعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن صافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون فإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن للذكر فللذين كفروا في عزة وشقاط كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا في هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزاء رحمة ربك العزيز الوحاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرفقوا في الأسباب جلد ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم لوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا في العشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآديناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أدا جنب الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشططوا أهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطائر يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كبروا فويل للذين كبروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حدا دوارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملقا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مبتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لكل الألباب وخذ بيدك طرثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكف لكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عذن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ماله من نفاد هذا وإن لبطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الوفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ففي عزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا هازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنذاذا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرضوا الله واسعة إنما يوفوا الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرتني أن أكون أولى المسلمين قل إني أقاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يبعله حقاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشعون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأخسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتداف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعوا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ظر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ودقالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نسوا يا حسرة على ما فردت في جلب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاستهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قوضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخاف إذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفسهم ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إلى جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبكسمتهم المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إلى جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أدو العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل الذنب وقابل التوب شديد عقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادر في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فجادلوا بالباطل ليدحقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما أغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عبن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وبرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو البوض العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إلى دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته ويؤزن لكم يا سماع رزقا وما يتلكوا إلا من يريب فتع الله مخلصين له الدين ولو كي الكافرون ربيع الدرجات ذن عرش يوق الروح من أمري على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بادثون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فأنذرهم يوم الآزفة إذن قلوب لدى الحماج الكاظمين ما للغالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكبروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسنطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيف الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني حذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكون كذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوع وعاد وتموت والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ويعطون إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد على السبيل وما كيف فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار قرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو ألثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكثر بالله ومشرك به ما ليس لي به يعين وأنا أدعوكم إلى العزيز الوفاو لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعمتهم في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسيفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأبوض أمري إلى الله إن الله وصيرهم بالعباد فوقاه الله سيئاتنا مكوحا فبآلف ادعونا سوء العلام أنا أعرضون عليها ودوا وعشيا ويوم تبوا مستاعة أدخلوا آل في عون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إما إنا كنا لكم تبعا فأعظوا مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل يوم فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزاتج أننا دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم سوقهم بالبينات قالوا بلى قالوا فالعب وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لا ينصوا سلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يغفع الظالمين معذرتهم ولهم النعمة ولهم سور الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأوتنا بني إسراء إلى الكتاب هدى وذكرى أولي الألباب فاصدر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسفِّح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله وإن سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبار ما هم ببالغه فاستعر بالله إنه هو السمير البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح قليلا ما تتلكون إن الساعة لا آتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم بروني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سارفلون جهنم باخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مرصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا واسماء دنارا وصوركم فأحسن سوركم ورزقكم من الطيبان ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني مهيت أن أعبد الذين تجعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عاقة ثم يخيجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ويتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحييوني فإلى قضاء ما فإن لا يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن نصرقون الذين جلبوا بالكتاب وفما أوسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذن أغلال في أعناقهم والسلاسل مسحبون في الحمير ثم بالنار يسجرون ثم قل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن دلومين قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خارجهم فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بعض الذين عبهم أو نتوفي أنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآلة إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله الذي جعل لكم الأمعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدودكم وعليها وعليك لك تحملون ويويكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض أما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم صلهم للبينات فرعوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله واحبه وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشيكين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر رمالك الكافرون حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب خصلت آياته قآنا عربيا لقوم يعلمون كشيرا ونذيرا فأكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجابهم فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وغير للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أدر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنبادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتياقوا عن أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحظر ذلك التقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أن أؤتكم صارقة مثل صارقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاهدنا لأنزل ملائكة فإنا بما أوسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا بالأرض بغي الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأوصلنا عليهم ريحا صرصرا في أيامهم نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فعليناهم فاستحبوا العما على المدى فأخذتهم صادقة العذاب الهود بما كانوا يكسبون ومجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه توجعون وما كنتم تستطروا أن يشهد عليكم سمعهم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن غمنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك غمنكم الذي غمنتم بربكم أودعكم أرداكم فأصبحتهم من الخاسرين فإن يصبروا فأناه مكوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرناء فدينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها داع الخلق جزاء بما كانوا بآياتنا يفحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نجلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ عبالتي هنا أحسن ريد الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا الذين صدروا وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزر أنك من الشيطان نزغ فاستعر بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واستجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسفحون له بالليل والنهار يسفحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي موتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى بالنار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون رصير إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل منه بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة ولو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميهم وعربي قلوا للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عاما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عديد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط حاميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات وتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب قاضر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعاب أزواجا ينرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين هرثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا استرقوا كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشرقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غوضات البنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو القضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القوبى ومن يقترف حسنة أن نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكو أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشئ إلا هو يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحب الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشوا الرحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما جسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بنعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريحة فيضلل راكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صباء شكور أو يبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى والذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتهبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبضون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من اللل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصرهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يأب لمن يشاء إناثا ويأب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذقانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بإيمان نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثال الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليلتخذ بعضهم بعضا سخيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارف عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يلتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا قرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتي يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعونا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكذون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا أن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلبا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضابوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى في البينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذابه ومن أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ويادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مابثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سره ولدواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي بالسماء إله وبالأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يخفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون أرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نضطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسوقان مبين فإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فأتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتروا في البحر رهوان إنهم جنتم مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وسروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين فآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إنهي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنجرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعوا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزكوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كولي الحميم قيوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذب إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستراخ متقابلين كذلك وسوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم طبلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون لذلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دور الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون من أعمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أفواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله وي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أقرأت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملق السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذي يخسر المبطلون وترى كل أمة جابية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفرض المبين وأما الذين كفروا أبا لم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقلين وبدالهم سيئات ما عملوا حاطرين ما كانوا به يستهزئون فقيل اليوم لنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومعواكم النار فما لكم من ناصرين لا لكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرزكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استطاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنته قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني توت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما أعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبري وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل الدركات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أطاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفيدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفيدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصره الذين اتخذوا من دور الله قربانا نالها بل قلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من ذونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقاتر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يوضع الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعد لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى هم فهل يفلكوا إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطن وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاقة فشدوا الوثاقة فإما من ننباد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتنوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية كالتي أخرجت فأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خبر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا سادهم هدى وآتاهم تقواهم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضوا ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطلبون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطئوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا له وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطرانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبذ طوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جلود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعدم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الغنين بالله ظنسوا عليهم دائرة السور وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جلود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يتوى الله فوق أيديهم فمن نكذف إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا فلظلنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا فزين ذلك في قلوبكم وظلنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا آتنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله ظهورا رحيما سيقول المخلفون إذا انقلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون أن تحسدوننا بل كانوا لا يفضهوا إلا قليلا قل للمخلفين من الآراب ستدعون إلى قرم أليبس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن فتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرجوا ولا على الآراب حرجوا ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ويتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو آت لكم الذين كفروا لولوا لا دبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله الذي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تلديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن النسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا أنه يبلغ محلة ولولا رجالهم مؤمنون ونساؤهم مؤمنات لم تعلموهم أن تطرهم فتصيبكم منهم عورة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء له تزيلوا لعل من الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزلوا له سفينته على مسوره وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عنيما وقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أوسل رسوله بالهدى ودين الحق فيظهره على الدين كله وكفى بالله شديدا محمد رسول الله والذين نعه أشداء على الكفاه رحماء بينهم دواهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ويدوانا سيماهم في وجوههم من أفاهم السجود ذلك مثلهم في الدورة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوته يعجب الزرع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعنيوا الصارعات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتعن الله قلوبهم للدقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبعوا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبع فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيركم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وفره إليكم الكفر والأسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قددلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخرائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب فئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الغن إن بعض الظن إهم ولا تجسسوا ولا يردف بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رميم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارضوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يدكون من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون كل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عنهم يمنون عليك أن أسلموا كن لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم من هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قافوا القرآن المديد بل عجبوا أن جاءهم منذروا منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا درابا ذلك رجعهم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مليد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مدرناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة ولكرى لكل عابد مميب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأن أخلب آسقات لها طلع نقيد رزقا للعباد وأحيينا به بلبة ميتا كذلك الخروج كذبت قلهم قوم الحن وأصحاب وس وثمود وعاد وفلعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم دبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلمنا توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حول الويد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفر من قول إلا لديه رقب عكيد وجاءت سكاة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألغيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معدد منيب الذي جعل مع الله إله آخر فألغياه في العذاب الشديد قال قيله ربنا ما أطريته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبندل القول لدي وما أنا بغلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغير وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا نزيد وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مزنا من لغود فاصفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قل قلوه للشمس وقبل الغرود ومن الليل فسبحه وأجباء السجود واستمع يوم يوات المنابل من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقط الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والآريات ذروا فالحاملات وقران فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تبعدون لصادق وإن الدين لواقع والسمائلات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سافون يسألون أيانا يوم الدين يومهم على النار يفتنون لوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعون آخرين ما يتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تبعنون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث بيث إبراهيم المقرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلامهم منكرون فرار إلى أهل فجاء ليجر سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمصرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المصرفين وتركنا فيها آية للذين يضعفون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أون جنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مرين وفي عادم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما أتبوا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثموده قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصارقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا تصين وقوم نوع من ضدر إنهم كانوا قوما فاسخين والسماء أبنيناها بأيذ وإنا لموسعون والأوبى فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تلكهون ففروا إلى الله إني يكن منه نذير مبين ولا تجعلون أضغاه إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا طالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفر المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أعيد منهم من رزق وما أعيد أن يطعمون إن الله هو الرزاق للقوة المتين أإن الذين ظلموا ذنوا بإذن ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فغير للذين دافروا من يومهم الذي يوعدون والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تموم السماء موى وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحون هذا أمنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمرهم من شاهي كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يدنا زعون فيها كأسا لا لغوم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأوضى بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشيكون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب ملكون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم والنجم إذا هوا ما غل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأهوط الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أوادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الموا إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طهى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكوا ولوا الأنثى تلك إذا قسمتهم ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فإله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثن والفواحش إن ربك واسع الماغفر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرته وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى وأن عليه النشاة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب شعرا وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرى والمؤتفك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعيضوا ويقولوا سحو مستمر وكذبوا واتبعوا أهوائهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فدول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوحي فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فانتقلنا على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فألم مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فألم مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فألم مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطرر ونبئهم أن الماء قسمتهم بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقض فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكثاركم خير من أولئكم أم لكم برات في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدمر بل الساعة موعدهم والساعة آبها وأمر إن المجرمين في ضلال وسرور يوم يسحبون في الناي على وجوههم ذوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطوروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر البن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدتين على فرش بطائنها من استورق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جندان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتعة ونغل وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إلى وقعة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة جرافعة إلى رجة الأرض وجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء منبتاء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميملة ما أصحاب الميملة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعين جلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وبكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطوط وطلح منضود وغل ممدود وماء مسكوب وباكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء أجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال رسموم وحميم وغل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متوفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا درابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم أمالقون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أبرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسفوقين على أن نبدأ أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تلكرون أبرأيتم ما تحرقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أبرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أبرأيتم النار التي دورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المضحرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحرقوم وأنتم حينئل تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحانوا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوا على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بلا تصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلقين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجل كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميزاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن الله بكم لا أخوط رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وإلا هميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرر الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقدم اسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فتية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أدر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أدرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخ بينكم وتكاث في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفى ونباته ثم يهيج بدراه مصرا ثم يكون حطاما وبالآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا متى عنور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة فأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتالهم برسلنا فقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعواه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كف ليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قد سمع الله قولا التي تجادئك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوا وإن الله لعفو رفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رطبة من قبل أن يتمسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين وتتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبرهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبعهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبع بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعوذون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا كحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقاء ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقاء فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله رسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخلوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك بالأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله طوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وربوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظلنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتزبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بلوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل أين يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن كروا فرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لأنصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا فيقرا محصنة أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم غريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفى قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغده وتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتبكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تنقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتراء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقرواكم يكونوا لكم أعداء ويبسقوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يرصن بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبوضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتاني يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرى مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التورى ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سح مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئون والله بأفواههم والله متم نوره ولو كيها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدا ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كيها المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تدارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتحوا قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعد في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا فيهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله للفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن سعنتم أنكم أولياء الله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عالم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفذكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نمجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البائح ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أولى وإنقضوا إليها وتركوك طائما قل ما عند الله خير من النهو ومن التجارة والله خير رازقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتقذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يطولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبون مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العبو فاحذرهم قات لهم الله أما يرفكون وإذا قيل لهم تعالوا نستغفر لكم رسول الله لهم أبوثهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزار السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقرون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخجننا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوا أكون من الصالحين ولن يؤخر الله أكثر من أجلها والله خبير بما تعملون سبق لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصيف خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صراكم وإليه المصيف يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليمهم بلا تصدو ألم يأتكم نبأ الذين كبروا من قبل فذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم وسلهم في البينات فقالوا أبشر يهدوننا فتفوا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد دعم الذين تروا أن لن يبعدوا قل بلى ربي لتبعتن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاظ ومن يؤمن بالله ويعمل صالح أن يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفود العظيم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله أهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله رضيع رسول فإن تغليتم فإنما على رسوله البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم عدوا لكم فأغلوهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رضور رحيم إننا أموان وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يغجح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تغربوا الله قلبا حسنا يضاعف لكم ويرفر لكم والله شفه حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بلودهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد غلما نفسه لا تزيل عل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا لغن أجرؤن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدون ويعدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعب به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويوزطه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارد أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إلا إسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم فعدتهم ثلاثة أشهر والله لم يحرق وأولاة الأحمال أجرهن أن يضعن عملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظمه أجره أسكنوهن من حيث سكنتم ينفجكم ولا تضاروهن لتضيفوا عليهم وإن كنه لا تحمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أضعن لكم فآتوهن أجرموا واقتمروا بينكم بمعروف وإن تعزرتم فستضعونه أخرى لينفضل سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله لا يكذب الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد حسن يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فداقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم على من يجيدا فابتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا صالحات من الظلمات إلى النور ومن ينب الله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تأذيها النار قال لي فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا فأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله يكتب تغي مرضى أزواجك والله أفرور رحيم قال فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرف عن بعض أما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت خلوبكما وإن تغى هوا عليه فإن الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين والملائفة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عادات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأعيكم نارا وقولها الناس والحذارة عليها ملائفة غلام شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين تبعونا تعتبر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تقتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمناسقين ربلغ عليهم ومعواهم جهنم ومئس المصير قرب الله مثلا للذين كبروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فطانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار ومع الداخلين وبرد الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ذني لي عندك بيتا في الجنة ونجلي من فرعون ونجلي من فرعون وعلى لي ونجلي من القوم الظالمين ومرأة نورانا التي أحسنت فردها فنفقنا فيه من روحنا وصفت بجرمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بنصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأوضى لنونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأوضى فإله يتنور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما وأوزوا فتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيء الكافرين من علاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غور فمن يأتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذامان وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائفهم من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهى اليوم عليكم نسكين وغدوا على حرث مقادرين فلما رواها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقفل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طامين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة النبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن تصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمتهم من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفرون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحقة ما الحقة وما دراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقادعة فأما ثمود فأهلكوا بالطابعة وأما عاد فأهلكوا به حيان صرصر عاتية تقرع عليهم سمع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام النسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يرد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لرى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خيقناهم مما يعلمون ألا أقسم برب المشارع والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائه إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه النورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخيجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصاني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتاكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كذيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تنر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يبلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نخر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ورقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مطاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طائقا قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا وهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك فحر وشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المسابد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم طوا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا فناغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أطعف ناصرا وأقل عبدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لعلم أن قد أدله رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزم ملء من ليلة إلا قليلا نصر أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجوهم هجرا جميلا وترني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وقع من داغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدى نشيبا السماء من خضر به كان وعده مفعولا إن هذه تلفرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وضائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يفتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنا وما تخدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغر الله إن الله قضور رحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّفِّرْ هُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَتِيَابَكَ فَقَهِّرْ وَالْرُجَزَ فَهْدُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْدِرْ فَإِذَا نُقْرَ فِنَّا قُورْ فَذَلِكَ يَوْمَا إِذِي يَوْمٌ عَسِيرْ على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحث له تمهيدا ثم يضمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا زحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تلقي ولا تدر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا بثنة للذين كفروا إلا بثنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحثة الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نصف ما كسبت رحين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن قيم البسكين وكنا نقوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التلفرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فل يريد كل مرء منهم أن يبتع صحبا وشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكر فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل الدقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وحسب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المبر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر فللإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا طرأناه باتبع قرآنا ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها باقرة كلا إذا فلق في التراقي وقيل من قاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكى والألتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبذليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكره وإما كهورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عين يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعبكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نقاهم الربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وثانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاق عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت طوائرا طوائر من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا فإذا رأيت ذم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فياب سندس خضروا واستغرقوا وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك قدرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ذقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإلى شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذبرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عفا فالعصفات عصفا والناسرات نشرا فالفادقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو ندرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست فإذا السماء فردت فإذا الجبال نسبت وإذا الرسل قتت لأي يوم أجلت ليوم البصل وما أدراك ما يوم البصل ويل يومئر للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئر للمكذبين ألم نخذبكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئر للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وعمواتا واجعلنا فيها راسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئر للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا غليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئر للمكذبين هذا يوم لا ينقطون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئر للمكذبين هذا يوم البصل جمعناكم والأولين فإن كان بكم كيد فكيدون ويل يومئر للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتحون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئر للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئر للمكذبين وإذا قين لهم ركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبادا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا اندهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت درابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبطا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قدوب يومئذ وادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتى في حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سنكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وبرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت البحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وله النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان أرساها إما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر ويخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدا وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مظهرة بأيدي سفرة كرام بر فتن الإنسان ما أكبر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وعبا وزيدونا ونخلا وحدائق رلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت صاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهبها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة إلى الشمس كورت وإلى النجوم انكدرت وإلى الجبال سيرت وإلى العشار عطلت وإلى الوحوش عشرت وإلى البحار سجرت وإلى النفوس زوجت وإلى المودة سهلت بأي لنب قتلت وإلى الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم سعرت وإلى الجنة أزنفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكين مطاعن ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشارون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإلى الكواكب انتذرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت آخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبوا به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يطال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامه مزك وفي ذلك بل يتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إلى السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء رهله فسوف يبعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر يتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق إنه على رجعه لقادر يوم تبع السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أمهل الكافرين أمهلهم رويدا فبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه الذي قدر فهدا والذي أخاج المرعى فجعله بثاء أحوا سنقيرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننسيغك اليسرى فلكر إن نفعة الرجع سيلك من يخشى ولتجنبها الأشخى الذي يصلى النا والكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ولك اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إنها لا نفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وثوه يومئذ خاشعة عاملة ناصمة تصلانا ومحامية تسقى من عين آمية ليس لكم طعام إلا من ضيع لا يسمي ولا يغني من جوع وجوه اليوم إلي النعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ياغية فيها عين جاية فيها سرور مضوعة وأكوار مضوعة ونمائق مصفوفة وزرابي ملكوثة أفلا ينظرون إلى الإن لكيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بمصيقه إلا من تولى وكفر فيه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجل وليال عشر والشفع والغطي والليل إذا يسيهل في ذلك قسم لليحيد ألم تركي ففعل ربك بعاند برمالات العمام الذي لم يخلق مثل ما في البلاد وثموذ الذين جابوا الصخاب الوهند وفدعوا من الأوتاب الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمصاد فأما الإنسان إذا نبتلاب ربه فأكرمه ونعنه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاب فقد وليه إزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكمون اليتين ولا تحبون على طران المسكين وتأكلون الدعاء فأكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأود دكا من دكا وجاء ربك والميك صفا صفا وجيل يومئذ يربدى إنما يومئذ يتذكر الإنسان وأنه ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ويا يوثق وثابه أحد يا أية أنفس المطمئنة يرجع إلى ربي راضية مرضية أدخلي في عبادي وادخلي جندي لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا مبدا أيحسب أن لم يرهه أحد ألم ندعل له عينين ورسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حما العقبة وما أدراك من العقبة فأك وقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب النيمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمى إذا تلاها والنهى إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأنهمها فدرها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذلت ثموت بطوائذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما قد الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدا عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ربباها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكى والأنثى إن سعيكم لشدا فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسنسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نادل الله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قد ضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك الرقبى فلم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرت ووضعنا عنك وزرة الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرأت خون صدر وإلى ربك فارغ والتين والزيتون وطورسينين وعاد البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجلناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات فلهم أجر ويومنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم من قدم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطرى أرآه استغنى إن لنا ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتغلى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينتهي لا استعلم بالناصية ناصية كالبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه أسجد وقتر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدوى كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شاعر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عام سلام هي حتى مطلع الفاجر لم يكن الذين كذروا من أهل الكتاب والمشيكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مظهرة فيها كتب مظيمة وما تغرق الذين أوطوا الكتاب ألا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبد الله نخصين يهدين حنفاء ومدين الصلاة ويرق الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كذروا من أهل الكتاب والمشركين فينا يجهل المخالدين فيها أولئك هم شروا البريا إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات أولئك هم خير البينة جزاؤهم عند أرضهم جنات عبليا تجري من تحتها الأمهار خالد فيها أبدا رضي الله عنهم وعبوا عنه لذلك أجمان خشي يا ربا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ومن يعمل نثقال لرة خيرا ومن يعمل نثقال لرة شر يرى والعاديات ربحا فالموريات قد حنف المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبول وحصل ما في الصدو إن ربهم بهم يومئذ لقبير فالعاديات قد حنف المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثرنا في القبول وحصلنا في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبير فالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لهم بلنة الحطمة وما أدراك ما الحطمة ناو الله الموقدة التي تطلع على الأفدة إنها عليهم مصدة في عمد ممدادة ألمت وكيف فعل ربك بأصحاب الثيل ألم يجعل كيبهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابين تغنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فوأيذ الذي يجرب للدين فذلك الذي يدعو البيم ولا يحب على طعام المسكين خويل للمصلين الذين هم عنصية إنسان الذين هم يرارون ولمرون المال عنهم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شامئك هو الآبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والدين إذا جاء نصر الله والفتح وعيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان دوابا تبت يداء بلعب ودبا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصحى نارا ذات لعب ومرأته أمالك الحطب في دينها حبل من مصاد قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحدا قل أعول برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعول برب الناس ملك الناس إلا بالناس من شر العزوات الخناس الذي يوسر فيه خل الناس من الجنة والناس